نظام التأمين ضد التعطل يعد مظلة اجتماعية لكل عامل فقد وظيفته لأسباب خارجة عن إرادته وهو الأمر الذي كان ولا يزال مكان إشادات متكررة وكان آخرها تحقيق مملكة البحرين المركز الأول عربيا في مظلة الحماية الاجتماعية ضمن تقرير التنمية الإنسانية العربية 2022 الذي أصدره المكتب الإقليمي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نسخته السابعة وجاء نتيجة لتنفيذ البحرين عددا من المبادرات التنموية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعي للمواطنين وأشار حمدان إلى أن البحرين قدمت أنموذجا يحتذا في إرساء قانون متطور يهدف إلى استدامة الحماية الاجتماعية للمواطنين من خلال برنامج التأمين ضد التعطل الذي يعد برنامجا حيويا يسهم في ضبط بيانات التعطل وترشيد برامج التوظيف والتأهيل المناسب للموارد الوطنية من أجل تسريع اندماجهم في سوق العمل وفي هذا السياق أكد سعادة وزير العمل على الدور الذي لعبه نظام التأمين ضد التعطل خلال فترة كورونا وخاصة في دعم القطاع الخاص من أجل استدامة الأعمال التجارية والمحافظة على استقرار القوى العاملة الوطنية والحد من التسريحات بسبب الآثار الناجمة عن الجائحة والإسهام في استقرار الاقتصاد الوطني وأكد حمدان أن الحكومة الموقرة وبالتعاون مع السلطة التشريعية تسعى دائما إلى تطوير هذا النظام بما يواكب التطورات الاجتماعية والاقتصادية لافتا إلى أن التعديلات جاءت وفق قراءة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية وحرصا من الحكومة على تعزيز الحماية الاجتماعية والاستقرار المجتمعي للباحثين عن عمل ولجميع العمال في المملكة ترجمة نانسي قنقر